موسيقى مجاز العشرة لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات العاملة في دير الزور استهدفت تحركات مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب تلة الصنوف ما أدى لمقتل ستة إرهابيين وتدمير عربة مركب عليها مدفع وأربعة دوشان بمن فيها في المنطقة كما أحبطت محاولات تسلوا الاعتداء مجموعات من تنظيم داعش على منطقة تل بروك وقضت على عددا من إرهابيه في محيط المطار وتلة المحروقات وغرب تلة الصنوف بدير الزور إلى ذلك استهدفت وحدة من الجيش العربي السوري أوكار وتحركات إرهابي داعش في حيي الحويقة والعمال وقرية البغالية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد أصيب عشرة أطفال بجروح جراء قصف تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية مدينة السلاميابري في حماء الشرقية وأفاد مراسل الإخبارية في حماء بأن إرهابي تنظيم داعش المنتشرين في تبارة الديبة إلى الشرق من بلدة عقارب قصفوا بثلاث قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة السلامية ما تسببا بإصابة عشرة أطفال جميعهم دون سن السادسة بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة إلى العراق حيث أعلنت قوات الجيش العراقي واللجان الشعبية ضحرى تنظيم داعش في عددا من القرى في منطقة جبل سنجار غرب الموصل إلى ذلك قضى سلاح الجو العراقي على 29 من إرهابي تنظيم داعش في قضاء البعاج غرب محافظة نينوى وتمكن من تحرير ناحية القحطانية غرب محافظة نينوى بالكامل من إرهابي تنظيم داعش استشهد وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين في غارات جديدة شنتها طائرات النظام السعودي على مناطق بمحافظة تعز إلى ذلك واصلت القوى الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية ذكا تحصينات ومواقع لجيش العدوان السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات جنود النظام السعودي في موقع المعرضة محققة إصابات مباشرة في خبرنا الأخيرة يعقد وزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر اليوم في القاهرة اجتماعا بصيغات اثنين زائد اثنين يعتزمون فيه بحث ملفات سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخايل بوغدانوف بأن الطرفين سيقومان ببحث المجموعة الكاملة للعلاقات الثنائية بينهما كقضايا التعاون الثنائي والوضع الإقليمي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجات إلى اللقاء اشتركوا في القناة